في يوم شديد الحرارة لا نحتاج إلا إلى تشغيل جهاز التكييف لننعم بجو بارد ولطيف عملية تبدو غاية في البساطة لكن تأثيراتها كثيرة التعقيد على البيئة منذ تشغيل أول جهاز تكييف في العالم في مدينة نيويورك عام 1902 في هذا المبنى من قبل مخترعه الأمريكي والإسهافيلاند انتشرت مكيفات الهواء بأعداد كبيرة فأنعشت وأحيت معها مناطق مغفرة وصحراوية وأنقذت معها حياة الآلاف وزادت من مستويات الإنتاجية لكنها في مقابل تبريدها لمنازلنا أحرقت غلافنا الجوي بسبب ما تطرح من غازات وبسبب استخدامها الكبير للطاقة حيث يقدر مثلا استخدام الأمريكيين من الطاقة اللازمة لتشغيل مكيفات الهواء ما تستخدمه القارة الأفريقية بأكملها من الطاقة لتشغيل كل الأجهزة الكهربائية أغلب مكيفات الهواء تستخدم الترطيب في التبريد وذلك عبر تبريد الهواء إلى ما دون الدرجة المناسبة وبعدها تقوم بتسخين صفيحة معدنية لتكثيف نسبة الرطوبة ثم تقوم بتسخين الهواء إلى الدرجة المطلوبة تقنية فعالة في المناطق الحارة منخفضة الرطوبة لكنها لم تنجح في المناطق ذات الرطوبة العالية ما دفع بعض الشركات إلى استخدام تقنية معاكسة تعمل على تجفيف الرطوبة في الجو عبر تمرير الهواء في محلون ملحي من دون الحاجة إلى استخدام طاقة كبيرة في هذه العملية بل هي توفر منسبته 50% من الطاقة اللازمة في الأجهزة العادية نسبة أقل لكنها ما زالت مضرة بالبيئة ولذلك تجاهد الشركات المصنعة لأجهزة التكييف لتصنيع أجهزة صديقة للبيئة تستهلك طاقة أقل وتطرح غازات أقل زين الفايز العربية